دشنا محافظ محافظة حضراموت مبخوط مبارك بن ماضي بمدينة سيئون فعليات اليوم العالمي للكل الذي يوافق يوم الخميس الثاني من شهر مارس من كل عامة واطلع المحافظ ومعه وكيل المحافظة عامر العامري ومدير مكتب الصحة بوادي وصحراء حضراموت الدكتور هاني العمودي إلى الخدمات الطبية التي يقدمها مركز فاطمة بابطين الطبي لرعاية مرضى الفشل الكلوي بسيئون لمرضى الفشل الكلوي واطاف المحافظ بن ماضي بأقسام مبنى المركز مطلعا على خدماته النوعية والمجانية للمرضى الفشل الكلوي حيث بلغ عدد المستفيدين من إجمال الجلسات الاستفاء الدموي من حضراموت ولوافدين إليها خلال الفترة من عام 2022 حتى نهاية فبراير 2023 للميلاد أكثر من 32 ألف مريضة نحن اليوم تشرفنا بزيارة هذا المركز الذي يقدم خدمات جليلة لمرضى واجي حضراموت وحضراموت بشكل عام شفاهم الله وكذلك طلعت على أنه يقدم خدمات لكل المحافظات تقريبا لأكثر من 19 محافظة هذا المركز يقوم بأعمال جليلة وقد طلعنا على كل الأجهزة الحديثة التي تؤدي الخدمة والطاقم النشط المتفاني الذي يقدم خدماته بيسر لكل المرضى وطلعنا أيضا على حالة المرضى حقيقة أنا أرى أول مرة في خلال زياراتي مركز مثل هذا المراكز التي تقدم هذه الخدمات ومهتمين بالنظافة وأيضا مهتمين بكل وسائل التي تخدم المرضى كما أفتتح المحافظ ومعه وكيل المحافظة والدكتور العمودي مخازن الإمداد الدوائي المركزية بمكتب الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء حضراموت بكلفة 804.918 دولار أمريكي بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة ودشن استلام توزيع 150 سريرا للرقاد المرضى بالمستشفيات ومراكز الطبية والتخصصية بكلفة بلغت 123.000 دولار أمريكي بتمويل من السلطة المحافظة وتفقد المحافظ والوكيل التجهيزات اللازمة في إطار التحذير لتدشين المستشفى التخصصي لأمراض وجراحة القلب وأيضا تفقد المحافظ من ماضي ومعه الوكيل العامري منشآت نادي سيئون مطلعان لاحتياجات إدارة النادي للتأهيل منشآت النادي وليد التأسس عام 1947 للميلاد ترجمة نانسي قنقر